سمعنا ناقص و سمع الله جل وعلا كامل بمعنى أن الله تعالى يسمع كل شيء دبيب النملة كل شيء كل شيء ليس فقط كل شيء خذ على كل شيء لا تحدد لا تحدد لا تختلف عليه اللهجات ولا الأصوات ولا تختلف عليه اللغات ولا يخفى عليه شيء ولذلك عائشة رضي الله عنها فهمت هذا المعنى و قالت سبحان من وسع سمعه كل شيء سبحان الله ثم ذكرت قصة المجادل نعم وهي بجنبها تقول ما بينه وبينه الستر نعم والله ما سمعت شيء سبحان الله فلذلك ربنا جل وعلا سمع و مثله البصر منه جل وعلا يبصر كل شيء فلا يختلط عليه شيء نعم لا يختلط عليه شيء في أدق الأمور في عروق و أشألك البعوضة الله أكبر بعوضتان لو كان بجانب بعضهما لما خفي على الله سريان دم هذه مع هذه و لا يختلط عليه جل وعلا و يذوب القلب إيمانا لما يرى من أحد عرفات بلا شار أثنين مليون يدعون ربهم باختلاف لغات و أصوات يسمعهم و يعطيهم و يرضيهم يا أخي لش تروح العرفات عرفات أو لا شيء يلا وين ليلة القدر الله أكبر لأنها في العالم كله لما تجسمع في تلك الليلة و يظنون أنها هي فيخرج الناس يلهجون في أوقات و لا يخفى على الله شيء من حاجاتهم و يسمعها كلها جل وعلا و لذلك ربط ربنا دائما الدعاء بالسمع و هو السميع القريب جل وعلا أما يجيب مضطر إذا دعاه و يكشف السوء و يجعلكم خلفاء الأرض كل هذا هو السميع البصير فلذلك لما تجد للأسف أن بعض الناس يحاول أن يصرف معنى السمع البصر عن معناها الحقيقي إلى معناها الغير حقيقي هنا الإشكال و هو يريد أن ينزه الله و أنت ألمحت في هذا إلى الماحة جميلة لا إشكال أبدا في ذلك هم أرادوا حتى لا يقعوا في المشابهة فوقعوا في التعطيل يعني الآن فقط ذهبنا إلى أن نسمع الله و بصره كامل و سمعنا ضعيف لا أنا أعطيك شيء و شيء السبب هنا يجب أن نحل هذا الإشكال نعم لماذا دائما يقع كثير من الناس و هم يحبون الله و كذلك لا يشك في نواياه و لكن النية لا تنفع شيئا بدون العمل نعم النية لا تنفع شيئا لا بد من العمل و لذلك تتحول هذه النية إلى هوا ربما أريد للخير إلى هوا لا تتحول إلى هوا بحيث أنك لما تقيم عليه الحجة يرفض الاستجابة السبب في ذلك أنهم أنزلوا الغيبيات منزلة المحسوسات أوتوا من هذا الجانب أوتوا من هذا الجانب و لذلك هذا ما يقرره العلماء أن الإنسان في قضية الغيبيات لا تنزلها منزلة المحسوسات لأن الله تعالى امتحن إيماننا بهذه الغيبيات أوه يؤمنون بالغيبيات أحسنت فلذلك لما تحول هذه الغيبيات إلى أن تحاول إلى أن تقربها إلى محسوسات تقع في الخطأ صحيح لا تحتاج إلى أن تنزل الغيب الذي غيبه الله عنك و أخفاه عنك إلى أن تجتهد فتحاول أن تنزله ماذا منزلة المحسوس فته لك و هنا لن يقع كل من يقع في الخطأ حينما يحاول أن يعبث بأسماء الله أقولك يعبث يعبث بأسماء الله تعالى و صفاته فيحرفها عما يريده الله تعالى لما يريده هو بزعم ماذا أنه ينزه الله و هو بهذا لا ينزه الله بل يأتي بالنقص على مقام الربوبية و هل يعقل أن يوجد رب لا يسمع نعوذ بالله و لذلك لو قلت حق البشر لكان نقصا الأنبياء الأنبياء كانوا يحاجون قومهم في آلهاتهم أنهم لا يسمعون ولا يبصرون صحيح فهي آلهة معطلة فحينما حاجون بذلك و لذلك الله عز جل في سورة العراف ألا تستخرجها ألهم أعين يبصرون بها أم لهم إلى آخر الآية فلذلك هذه الآية كان الله تعالى يحاج هؤلاء الكفار بأن آلهاتهم لا تسمعوا و لا تبصر و ليست لديها جوارح تعملوا و تحاولوا أن تكف عن نفسها شيء أو غير ذلك ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا الله قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني الله عز جل حاجهم فلا تنظروا تعالى فلذلك هذه الآلة الآلهة المخلوقة ثم تعبد ذمها الله تعالى بأن لا تسمع لو تبصر أتيك الآن من يزعم أنه يريد أن ينزه الله فينفي عنه هذه الأمور الله المستعب فلذلك أخي الكريم انتبه لمثل هذا المقصد أمور الغيبيات وأعظم الغيب هو الله جل وعلا جل جل فلذلك لا تنزل الغيب منزلة المحسوس صحيح و إنما سلم أمرك في قضية ماذا؟ في قضية الغيب تسلم الله وترتاح و هو أعلم و أحكم أعلم و أحكم ليس فقط أنك تسلم بل هو مقتضى العلم و الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه كما يأتي معنا إذا شاء الله تعالى بإذن الله في اسم الله الحكيم فلذلك أنت ترتاح يا أخي فالله تعالى يسمع على الحقيقة و يبصر على الحقيقة ربي جل وعلا من غيري و أقسم بالله أن الله تعالى يبصرني الآن و يبصر ناصر و يبصر جميل و يبصر كل ما نحن فيه و ما سوف نكون فيه يعلمه قبل أن نكون فيه الله أكبر فالله تعالى هذا مقتضى الأولوهية يا أخي صحيح و لم يكن أن ينبغي أن تكون الأولوهية إلا كذلك الله فلذلك هذا معنى السمع نعم و نختصر معنى السمع كما يقول ابن القيم الأول سمع دراك و متعلقه الأصوات نعم الثاني سمع فهم و عقل و متعلقه المعاني جميل و الثالث سمع إجابة و إعطاء ما سأل السائل سمع الله لمن حمده الله الرابع سمع قبول و انقياد الله فهذه الأمعاني السمع لدينا إذا مرحب了 أسنعنا ومع البعره لدينا نعم